السلام عليكم ورحمة بكم خوتي لا تنسوا اشتركوا معنا في القناة فعلوا الجرس وديروا النجاة من الله فيديو ربي يعفوذكم ان شاء الله سيتم حلق قضية استيراد السيارات قريبا هذا الاسبوع وقد تم تخصيص مبلغ ملياري دولار من اجل استيراد 200 الف سيارة قبل نهاية العام وقد تم اعتماد 12 وكل الاستيراد ومثيلاتها من الاشاعات المتداولة هذه الايام والتي غزت صفحة التواصل الاجتماعي وفيسبوك خاصة مما جعل الكثيرين يقعون ضحيتها خاصة من من سارع لبيع سياراته استغلالا للأسعار المرتفعة وتدولها تفاؤلا بنهاية الأزمة وقد قام تجمع كلا السيارات بنشر رسالة لتفنيد هذه الادعاءات وتوضيحا للرأي العام خطر تدول الاشاعات في قضية استيراد السيارات تم تقصيه احصار اكثر من 30 صفحة في فيسبوك نشرت هذه الأخبار المضللة دون مصدر واضح ويظن البعض أن النشر مثل هذه الاشاعات سيعمل على الضغط من أجل تسريح حل أزمة استيراد السيارات لكن هذا في العاقيق ينعكس بالسلب تماما على مساعي الوكالاء والمهتمين بهذا المجال والذين يعملون ليلة نهار لصالح عودة الاستيراد في أقرب وقت بشرط تنظيمية محكمة تحت الوزارة الواصية وتبعا للقوانين الجزائرية حماية لكل الأطراف واتبعا أيضا لأوام الرئيس الجمهورية بحل هذا المشكل الذي طال أمده لتخفيف على المواطنين وتسهيل اقتناء سيارة جديدة تلبي حاجياتهم وأن الإشاعات في كل زمان لم تكن يوما سبيلا لحل مشاكل المواطنين بل تزيدها صعوبة خاصة مع وضوح رغبة الوزارة بالذهب للتصنيع كما تم تسريح به رسميا عبر عدة لقايا لمسؤولين وعلى رأسهم وزير صناعة أحمد سغدار الذي ذكر في أكثر من مناسبة أن الجزائر متاجهة لصناعة حقيقية للسيارات بعيدا عن أي شكل من أشكال الاستيراد من أجل الاستيراد أو التركيب المقنع الذي مارسته جهات سابقة في العهد الماضي تحذير تجمع وكالاء السيارات من تداول الإشاعات تم اليوم نشر رسالة الوكالاء السيارات يدعون فيها إلى عدم الإنسياق وراء الإشاعات التي لا تخدم قضية سيرة السيارات باتاتا كما فالنادو أيضا تلقيهم لأي اعتمادات من طرف الوزارة قائلين تبعا لما تم تداوله كثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخصيص مبلغ زوج مليار دولار للسيرة السيارات وكذا منح اعتمادات الاثناش وكيل والتي تهدف إلى تغليط الرأي العام والتشويش على المساعي الحاثيثة التي تعمل من أجل عودة سيرة السيارات عبر الوكالاء الرسميين فإن مجمع وكالاء السيارات يفند بشكل قاطع هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي كما أنهم نبهوا في رسالتهم الموسومة بتوضيح للرأي العام إلى أن هذه الإشاعات مصدرها تصريحة لوزير الصناعة السابق السيد فرحات أي تعليب بقوله سابقا في شهر جونفي 2021 أن سقف استيراد المركبات سيحدد بقيمة زوج مليار دولار لا أكثر وقد أكدوا هذا بقولهم في رسالتهم حيث تجدوا الإشارة إلى أن مبلغ زوج مليار دولار قد صرح به الوزير السابق فرحات أي تعليف إيطال مرسم تنفيذي 2027 المؤرخ في 19 أهوة 2020 أما بخصوص منح الاعتمادة للوكالاء فلا يمكن أن يصحى ذلك إلا من خلال تلقي الوكالاء طالب الاعتماد لإشارات تؤكد ذلك من خلال الوزارة الوصية وهذا ما لم يحدث إلى غاية اليوم مع العلم أن الوكالاء لا زالوا ينتظرون ردا من طرف وزارة صناعة منذ حوالي أكثر من 12 شهر سواء بالإجاب أو بالسلب كما أن الوكالاء أعادوا التأكيد مرة أخرى بأنهم في انتظار الاعتماد من الجهات الوصية والتي لم ترسلهم لحد الساعة بخصوص قرار قبول ملفاتهم من عدمه التحذير من اتباع الشائدات الشائعات المغرضة في الآخر دعا تجمع كلاستيرات سيارات المواطنين لتوخي الحذر من تداول هذه الإشاعات والتحلي بروح المسؤولية بعدم الإنسياق وراءها خاصة أنها يمكن أن تكون مقصودة من جهات معينة للتشويش على الجهود المبذولة لحل أزمة السيارات لماذا انتشرت في هذا الوقت؟ في حين لا زال الجميع ينتظر صدور دفتر الشروط الجديد في أقرب فرصة ويعطى الاعتمادات استنادا لدفتر الشروط المنشور سابقا وقد قال الوكالة طالب الاعتماد في رسالتهم في الآخر يدعو تجمع كلاستيرات الجميع لحذر من الإشاعات المغلوطة ويرغب المواطنين بتقصي المعلومات من مصدارها الرسمي وزارة الصناعة ما علاقة أسعار السيارات بتداول إشاعات؟ إن المتتبع لأسواق السيارات الأسبوعية يجد أن أسعار السيارات تتزايد كلما تزايدت الإشاعات المغلوطة وهو ما يمكن أن نعتبره أمرا مقصودا من طرف بعض السماصرة الذين ينشرون هذه المعلومات الخاطئة من أجل إدخال اليأس في قلوب المواطنين الذين سرعانا ما يكتشفون أنها أخبار لا أساس لها من الصحة فيتغلغل في صدورهم أن قضية استيراد السيارات لن تحل قريبا ولا نية للحكمة بفتح استيراد السيارات هذا ما يجعل الكثيرين يتلهفون لشرع السيارة ولو بسعر خيالي مخافة ارتفاع الأسعار مع مرور كل أسبوع لذلك فإن تأثير مثل إشاعات إعطاء الاعتماد لوكالاء قبل أن يحصل ذلك رسميا أو نشر تخصيص الحكومة لمبالغ معينة من أجل الاستيراد سيعمل على زيادة أسعار السيارات في الجزائر عوضا خفاضها إن فرضنا جدلا أن أصحاب هذه المنشورات يريدون تخفيض أسعارها يبقى أن نذكر أن قضية استيراد السيارات ستبقى معلقة إلى أن تحكم وزارة الصناعة في ملفات الوكالاء المدعى سابقا لدى اللجنة المكلفة بدراستها أو شقيقاتها الخاصة بدراستطعون في ذات الملف وتبقى وزارة الصناعة هي المصدر الأساسي للمعلومة الرسمية بخصوص الترخيص باستيراد السيارات من عدمه كما نشير إلى أن الكثيرين يترقبون في راجل الأزمة إن تم نشر دفتر الشروط المعدل في الجريدة الرسمية في قادم الأيام علما أن الوكالاء قد قدموا مقترحاتهم سابقا لوزارة الصناعة من أجل حل سريع وفعال للأزمة يبدأ في فتح الاستيراد ثم التركيب ثم التصنيع المحلي للمركبات